موسيقى أنا موجود في القدس القديمة في الطريق القديم فيا ديلاروسا طريق الآلام وإحنا منعرف أنه بيلاطوس حكم على يسوع المسيح بالجلد وطبعا بعد الجلد أخذ يسوع المسيح ليحمل صليبه هذه طريقة رومانية إحنا موجودين قديما في منطقة تسمى قلعة أنطونيا أو دار الولاية حيث تم الحكم اليوم المكان تسمى المدرسة العمرية اللي بتبتدي منها رحلة الألام أو فيا ديلاروسا طريق ضرب الصليب من المرحلة الأولى ما يسمى حبس المسيح ثم جلد المسيح مسيرة في فيا ديلاروسا طريق الألام المسيح حامل الصليب طبعا الكنيسة قسمت أو عملت 14 مرحلة تسمى درب الصليب بعض المراحل موجودة في الكتاب المقدس في كلمة الله وبعض المراحل ذكرت تكريما لشخصيات كثيرة حول هذا الحدث ألام وصلب يسوع المسيح مثل ما ذكرت أنه ابتدى الدرب من حبس إلى جلد المسيح ومنشوف عدة محطات يمكن وقفنا في المحطة الخامسة سمعان القيرواني يحمل الصليب عن يسوع المسيح ويستمر بالطريق فيا ديلاروسا إلى المرحلة السابعة المرحلة السابعة المسيح بيسقط تحت الصليب للمرة الثانية المرحلة السابعة تعتبر طبعا نهاية البلد يعني البلدة القديمة لأورشليم بعدها من المرحلة السابعة كانت خارج الأصوار من المرحلة التامية القضاء وبتستمر طبعا للمرحلة التاسعة اللي هي آخر مرحلة وين الكنيسة القبطية كنيسة الأقباط للأورتودوكس يسقط المسيح على الأرض للمرة الثالثة والمراحل الخمسة الأخيرة كانت داخل كنيسة القيامة من طبعا تعليق جسد المسيح على الصليب أو تسميره على الصليب من إنزال الجسد إلى الكفن المقدس ثم القبر المقدس كلها كانت داخل كنيسة القيامة آخر خمس مراحل الكتاب المقدس بيذكر عن سمعان القيرواني اللي جاء من شمال أفريقيا راجع من الحقل سخروا إنه يحمل صليب يسوع المسيح ومرة تانية أيضا المسيح لما كان فيه جماهير محتشدة بتتبع عم تبكي عليه فقال لبنات أورشاليم لا تبكين علي بل بكينا على أنفس كنا واضح إنه مش كل الناس كانت موافقة لأنه رأساء الكهنة هم اللي هيجوا الشعب في بيت أو قصر بلاطوس في دار الولاية لكن أغلبية الجماهير كانت بتحب الرب يسوع وكانت تابعة للمسيح وواضح من الجماهير كانت تتبعه وعم بتبكي فبحذر من أنه بوه رح يجي يوم طبعا في سنة سبعين ميلادي لما دمرت أورشاليم القدس تدميرا كاملا على يد طيطس الروماني سنة سبعين ميلادي والجذير بالذكر أنه عند حادثة الصلب كان كتير ناس واقفين ورجعوا يقرعون على صدورهم هذا اندل على شيء كمان فيه كان كتير ناس اللي بيعشقوا المسيح وبيحبوه وما كانوش موافقه على عملية الصلب شيء جميل ورائع أنه نمشي مع بعض من المراحل درب الصليب من المدرسة العمرية قديمة قلعة أنطونيا حبس ثم جلد المسيح وتكملة في طريق الألام حتى نصل إلى قنيسة القيامة لكن كل الهدف وكل السبب بغض النظر شو التسميات أو مراحل درب الصليب أنه المسيح تألم فعلا من أجل خطيانة حتى يعطيك الشفاء حتى يعطيك الغفران مكتوب بحبوره شفيتم اشتركوا في القناة